ترجمة نانسي قنقر حيث اطلع على سير العمل فيها والذي يشمل تطوير المباني المدرسية القائمة وإضافة مبنى جديد لطابع هندسي ينسجم مع المباني التي مر على تأسيسها عدة سنوات بهدف توفير المزيد من المقاعد الدراسية وتهيئة البنية الأساسية الداعمة للعملية التعليمية والملبية لمتطلبات مشروعات الوزارة التطويرية خاصة على صعيد تعزيز التعليم الرقمي وأشار الوزير إلى أنه يجري العمل كذلك على الصيانة الشاملة لعدد أربعين مدرسة موزعة على مختلف المحافظات ضمن أعمال الصيانة الدورية التي تحرص عليها الوزارة لتعزيز البيئة المدرسية المناسبة للأبناء الطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفندية حيث تتضمن خطة الصيانة وإعادة تأهيل أعمال الصباغة الداخلية والخارجية واستبدال وحدات الإنارة بالنوع الموفر للطاقة وصيانة الأبواب والنوافذ والأرضيات وغيرها من الجوانب شاكرا جميع الجهات المتعاونة مع الوزارة في هذا المجال وزارة التربية والتعليم من خلال الجهات المختصة في هذه الوزارة تعمل بشكل متواصل استعدادا لبداية العام الدراسي الذي أسأل الله تعالى أن يكون عاما موفقا للجميع لقد تم اتخاذ كثير من الخطوات لاستقبال أبناء الطلبة خصوصا على ما شاهده العامين الماضيين من نظام تعليمي تميز بالتعلم عن بعد سوف نبقي على هذه المنظومة ولكن من خلال حضور أبناءنا الطلبة أيضا بهدف الاستفادة من كافة الخدمات وأيضا المنظومات الإلكترونية وزارة التربية والتعليم تعمل على إعادة تهيل خمس مدارس من حيث تزويدها بمراحل أخرى مضاني أكاديمية جديدة أو صيانة وتهيل هذه المباني التي مرت عليها سنوات مع المحافظة على الطابع التاريخي العريق لهذه المدارس إضافة إلى ذلك هناك أربعين مدرسة سوف تكون ضمن برنامج الصيانة لهذا العام الدراسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر